أسأل إزاي؟ أول حاجة تحطي لي أداة الاستفهام بعد كده فاعل مساعد بعد كده فاعل فعل أساسي تكملة للجملة هناخد مثال ممكن نكمل نوعه يعني ماذا تلعب هي الآن؟ ماذا هي تلعب؟ السؤال اللي بعده why لماذا was أحمد said لي أحمد كان حزينا when did they travel؟ متى هم سافروا؟ سافروا إمتى يعني where can you swim؟ أين تستطيع السباحة؟ safely يعني بأمان بعد كده بيقول تدرب على الأسئلة اللي من الشكل ده rearrange يعني رتب المفروض أنت تقود إيه بقى هترتب بنفس الشكل ده هتستخدم ممكن يعني ممكن تلاقي ما فيش فعل أساس ممكن ما تلاقي ما فيش تكملة لكن لازم تلاقي أداة الاستفهام فاعل مساعد وفاعل في الجملة وتشوف بقى التكملة ده هتحط في إيه بقى هنا مديني did what eat هنا المفروض أبدأ بمين؟ ركز بقى واشتغل هتبدأ بكلمة أداة الاستفهام what فاعل مساعد did فاعل هنا eat what did هنا eat وحط علامة الاستفهام يعني ماذا تأكل هنا فهمنا الموضوع ماشي إزاي؟ عندك number two number three دولة homework اكتبهمني في التعليقات لو أنت فهمت الدرس كويس لنسي قنقر لنسي قنقر دل ترجمة نانسي قنقر لنسي قنقر أتبع